شعبة البرلمانية وضع سعادة النائب الدكتور مهدي لشويخ أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث أصدرت العديد من القوانين بالتصديق على الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين مع العديد من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهارب من الضرائب وقالت سعدة سيدة هالا رمزي فايز عضو مجلس الشورى أن هناك العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية في مملكة البحرين التي أسهمت في جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال مما يعكس توافر البيئة الاقتصادية المتميزة في مملكة البحرين مشيرة إلى أن التزام البرلمانات بمكافحة التهرب الضريبي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة